بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أصدقائي أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول التعليم المستمر أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ودرس جديد من دروس مادة لغتي من هذا الفصل الدراسي الثالث درسنا اليوم بمشاعة الله عز وجل بعنوان أمي مريطة هذا الدرس هو أحد دروس مادة لغتي أحد الدروس القرائية التي نقرأ فيها نصا قرائيا ثم بعد ذلك نبدأ في تدريبات متعلقة بهذا النص القرائي نبدأ أول دروسنا بمشاعة الله في هذا اليوم هذا الدرس يا حبتي هو موجود في هذا الكتاب نحضره كتاب لغتي الصف الأول التعليم المستمر كما يظهر على الشاشة أمامكم هذا الدرس هو آخر دروس الوحدة الخامسة هو الدرس الثالث أتى قبله درسان صلة الرحم عذرا يا جدي أما درسنا في هذا اليوم فهو بعنوان أمي مريضة الصفحة 283 إذن الوحدة الخامسة التي تضم هذا الدرس الأخير عنوانها أقاربي هذه صورة الوحدة حسناً نفتح بارك الله فيكم على الصفحة المطوبة كما هو ظاهر على الشاشة أمامكم من يستخدم منكم الكتاب الورقي يفتح على الصفحة 283 ومن يستخدم منكم الكتاب الرقمي ينسخ هذا الرابط ويذهب به مباشرة إلى هذا الدرس إذن درس ثالث وأخير في هذه الوحدة الخامسة عنوانه أمي مريضة أمي أحد أقاربي أمي ماذا بها؟ مريضة حسناً انظروا إلى الصورة في الأسفل تلاحظون ماذا ترون في هذه الصورة؟ مبارك الله فيكم لدينا هنا نورة تحمل في يدها كوب ماء ولدينا هنا أمها مستلقية على السرير حسناً إذن لدينا كذلك في هذه الصفحة هذه الجمل التي تحكي القصة بين نورة وأمها سنقرأ القصة أو سنبدأ في كراءة هذه الجمل بعد قليل ولكن دعونا أن ننتقل إلى الصفحة التالية لننظر إلى الصورة التالية لنتعرف عليها حسناً هنا في هذه الصورة نلاحظ أن نورة ذهبت من عندي أمها وأصبحت ماذا تفعل؟ أحسنتم ترتبوا هذا المكان في المنزل ترتبوا المنزل نورة هنا في هذه الصورة ترتب المنزل وهي فرحة مسرورة ثم لدينا كذلك هذه الجمل بجوار هذه الصورة التي تحكي القصة حول فعل نورة وماذا حدث لأمها التي كانت بجوارها قبل قليل ننتقل بارك الله فيكم إلى الصفحة التالية الصفحة التالية بارك الله فيكم نلاحظ من حسنتم نورة هنا فرحة مسرورة وقد أصبحت الأسرة تقريباً كلها متوالدة في المنزل لدينا هنا أبوها أخوها فواز ولدينا هنا أمها تجلس في المنزل حسناً كلهم فرحون مسرورون ولدينا كذلك هذه الجمل المصاحبة لهذه الصورة حسناً يا ترى ما هي القصة؟ ما هي القصة يا أحبتي؟ هيا بنا يا أحبتي نتعرف على القصة بدءاً من صفحة مائتين وثلاثة وثمانين ركزوا معي بارك الله فيكم أريد منكم بارك الله فيكم التركيز أنصتوا بشكل جيد وانظروا بأبصاركم إلى الكلمات التي أشيروا عليها في البداية سأقرأ قراءة سريعة لكي نفهم القصة ثم بعد ذلك نبدأ في القراءة المركزة لكي التي تساعدنا في القراءة الصحيحة في البداية دعونا نفهم القصة دخلت نورة غرفة أمها فرأتها ترقد على السرير قالت نورة ما بك يا أمي الأم أنا متعبة قليلاً اتصلت نورة بأبيها وأخبرته عن حال أمها عاد الوالد مسرعاً واصطحب الأم إلى الطبيب فكرت نورة فكرت نورة أن تعمل مكان أمها في المطبخ لكنها تذكرت أن والدتها حذرتها من دخول المطبخ بمفردها فقررت أن ترتب المنزل حسناً عاد الوالدان إلى المنزل فتحلق حولهم الأبناء مسرورين رأت الأم المنزل مرتباً فاحتضنت نورة وقالت اللهم بارك في نورة فرحت نورة وأحست بسعادة كبيرة إذن أحبتي عرفنا القصة في الكامل في البداية بدأت القصة نورة دخلت الغرفة غرفة أمها فوجدتها مستقية على السرير قالت ما بك يا أمي قالت أنا متعبة قليلاً مباشرة نورة أخذت الهاتف واتصلت بأبيها عاد الوارد مسرعاً وأخذ الأمة وذهب بها إلى الطبيب حسناً نورة الآن في المنزل قررت أن تساعد أمها ماذا تفعل سأذهب إلى المطبخ ثم تذكرت أن أمها نصحتها وحذرتها من دخول المطبخ بمنفردها لأن المطبخ ماذا به به الفرن والنار والغاز وهذه أشياء خطرة على طفلة مثل نورة فماذا فعلت سمعت كلام أمها وقررت أن ترتب المنزل حسناً انتهت من ترتيب المنزل بعد ذلك عاد الوالدان الأب والأم من المستشفى وإلى المنزل وتحلق حولهم الأبناء فريحين مسرورين بسلامة الأم رأت رأت الأم المنزل مرتباً فاحتضنت نورة وشكرتها على ما فعلت وكذلك بدلتها نورة الفرحة والسعادة وانتهت هنا القصة الآن يا حبتي سنبدأ القراءة المركزة المطلوب التركيز البصري والسماعي سأقرأ كل كلمة على حدة ثم بعد ذلك أريدكم أن ترددوا خلفي هل أنتم مستعدون هي بناء ننصت وننظر جيداً أمي مريضة دخلت نورة غرفة أمها فرأتها ترقد على السرير قالت نورة ما بك يا أمي الأم أنا متعبة قليلة اتصلت نورة بأبيها وأخبرته عن حال أمها حسناً الآن يا حبتي أريدكم أن ترددوا خلفي رددوا خلفي بارك الله فيكم الكلام والقراءة التي سوف تستمعون لها هي بناء دخلت نورة غرفة أمها حسنتم فرأتها ترقد على السرير قالت نورة ما بك يا أمي الأم أنا متعبة قليلاً اتصلت نورة بأبيها وأخبرته عن حال أمها حسنتم ننتقل بارك الله فيكم إلى الصفحة التالية لنكمل القراءة ردوا خلفي عاد الوالد مشرعاً واصطحب واصطحب الأم إلى الطبيب فكرت نورة أن تعمل مكان أمها في المطبخ لكنها تذكرت أن والدتها حذرتها من دخول المطبخ بمفردها فقررت أن ترتب المنزل أحسنتم ننتقل إلى الصفحة التالية عاد الوالدان إلى المنزل فتحلق حولهما الأبناء مسرورين رأت الأم المنزل مرتباً فاحتضنت نورة وقالت اللهم بارك في نورة فرحت نورة وأحست بسعادة كبيرة شكراً لكم يا حبتي بارك الله فيكم انتهى الآن جزء هام من القراءة ألا وهو الترديد خلف المعلم تبقى لدينا قراءتكم أنتم بمشيعة الله سوف نستمع لها بمشيعة الله بدءاً من الدنس القادم انتهينا هنا السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة